الطيور المهاجرة ونهمها الكبيرة يتسبب بخسائر كبيرة لمربي الحقول الأسماكي في محافظة الأنبار كل البحيرات مالتنا كل موسم أغير شي نخسرنا خمس ملايين وفوق الخمس ملايين بس هالموسم هذا هواء يعني يخسرنا هواء ماكو أي شي لا حكومة اللي توقفوا إيانا هسا ماعدنا شي جمنا ذول الصيادين كل جبناهم أنه يساعدونا هنا وعلى السمن للش الطيور الطيور يعني كل الطيور إذا ما يأكل يومية أربع سمتشات هاي ماكو يعني أربع سمتشات يومية أربع سمتشات كل واحدة نص كيلو فوق نص كيلو تأكلها بعد من يعوضنا احنا على هذا احنا كل خسارة وكل هيج الحانة والله العظيم الحانة جمعية الصيادين في المحافظة هي الأخرى أخذت على عاتقها مطاردة الطيور المهاجرة الضرة فضلا عن تخويفها ببنادقهم المحلية الصنعة احنا في بحيرات محافظة الأنبار جاء يطلح هذا الخرب خسارة علينا على السمتش جاء يأكل بالسمتش وهاي وماكو دعم للحكمة ما جاء تدعمنا وهذا التاك اليومية تلت سمتشات هاي الخربة تطلح خسارة علينا كبيرة خسارة وماكو لا دعم لا شي احنا وخسرنا فلوس تأذم الله جماعة البحيرات حالي تأذم فدأونا الصياد احنا فانجاد نصيد لهم بالهاي الحيوانات حكومة لا دعم لا شي فاحنا فيجينا وتنصيد الحيوانات هاي مع قطع المياه على مربي الأسماك بسبب شحتها الطيور المهاجرة مثل الكاكي والخرمي وغيرها أصبحت نغمة خالى أصحاب بحيرات الأسماكي وكبدتهم خسائر كبيرة من الأنبار حمد القيسي زاكروز تيفي اشتركوا في القناة